يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الثلاثاء أكثر من مليون ومائة وسبعة وتسعين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائة وسبعين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم سبعمائة وثمانية وستين ألفا واربعمائة وستة وعشرين شخص ويشدد الفريق الوطني الطبي على ضرورة المبادرة والتسجيل للحصول على التطعيم للوصول إلى المناعة المجتمعية التي ستسهم بدورها في عودة الحياة الطبيعية